اشتركوا في القناة رضي الله عنه وارضاه أنصاري من بني عبد الأشهل ونالك هدول بني عبد الأشهل يعني هدول من سادات الأوس طلع منهم سبحان الله نخبط الصحابة وكل يعني أسلموا على يد سيدنا مصعب ابن عمير والمحور فيهم اللي جابهم المغناطيس هو وأسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه كلهم شباب أيام واحد بيكون سبب سعادة أم كاملة سيدنا مصعب ابن عمير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة قبل أن يأتي بسنتين ويعتبر أول سفير للنبي عليه الصلاة والسلام يعني خارج مكة المكرمة ذهب إلى المدينة وهو أول من أقام الجمعة في المدينة المنورة رضي الله عنه وارضاه وهؤلاء المتميزون الذين ذكرناهم كلهم يعني قبل أن أذهب إلى فريضة الحج ذكرتهم يعني خمس أو ست من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من بني عبدي الأشهل اليوم عباد بن بشر بس وين الشباب اللي عم يسمعوا بهذه الأسماء وين وين نحن أبنائنا كلمة عباد بن بشر يعني هذا اسمه من كبار الصحابة كبار القوم رضي الله عنه وارضاه عن عائشة رضي الله عنها قالت تهجد النبي في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة صوت عباد هذا صوته ولا مصوته قالت نعم قال اللهم ارحم عباد وفي رواية اللهم اغفر له الله يجعل من ذراريكم من أولادكم هيك من إذا استيقظت في ساعة من ساعات الليل شفته هيك مسكر الباب على حاله قاعد عم يقرأ قرآن أو قاعد عم يقرأ هيك بالصلاة تفتع عليه ماسك التطبيقات والأبليكيشن وال ها وفايت بالفيسبوك وفايت ايه الآن التربية صعبة أصوت عباد هذا قالت نعم اللهم ارحم عباد وذكرت لكم قصة للتاريخية من يعني أشهر القصص يعني أرويها باختصار أنه النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد من غزوة ذات الرقاع النبي عليه الصلاة والسلام معه الصحابة خيموا في وادي كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه من عادة يعني القواد الكبار ما يترك الرعي اللي معه وشلوم ما كان من يحرسون هذه الليلة اتنين متناغمين عمار ابن ياسر وعباد ابن بشر ليش متناغمين لأنه النبي آخى بينهما عمار ابن ياسر مكاوي من المهاجرين وعباد من الأنصار كان دائما النبي آخي جعل المحبة والأخوة وكانت أخوة الدين من يحرسون هذه الليلة شو يحرسون يعني ما في نوم هي بعرفوه أخواننا الكرام اللي بروحوا على الجيش عنده حراسة سبحان الله لوين أيام الحراسة كان الواحد إما أنه يعود يسمر أو يعود إذا كان إنسان مؤمن يعود يسبح يذكر الله هل شغلوا الناس مر أيام السيارة بدي يجي بس نصف السيارة ما بشوف شرطي مرور إلا غاطس بالواتس أب سيارات عمت مر يمين وشمال معهد حدا فضي شغلوا الناس قرأت تقرير أغلب حوادث السير كانت تصير من السرعة هلأ أغلب حوادث السير من عدم الانتباه والتركيز من أفل وسيلة التواصل من يحرسنا هذه الليلة قال عباد وعمار نحن يا رسول الله نحن جازين فضي الله عنهم وارضاهم طيب أجل سيدنا عباد قال له لعمار بن ياسير شو بتحب أول الليل أنت ولا أنا قال عمار أما أنا فأرقد يعني أنا والله تعبان أنا بدي نام هلها القسم الأول شو بسموها شفت شفت الأول اللي بسموها المناوبة المناوبة الأولى أنت خليك فاي وأنا بدي نام بعدين فقام عباد ابن بشر ماذا يفعل إنسان المؤمن يتوجه إلى الله يتوجه ويكسب الوقت الوقت أعظم شيء فقام يصلي شو كان كان مولع بسورة الكهف وعباد ابن بشر رضي الله عنه وارضاه كان صوته شجي شجي صوت عذب وآتاه الله عز وجل للقرآن وهو من كبار الصحابة في حفظ كتاب الله عز وجل جاء رجل من المشركين وكانوا قد أسروا له أحدا من أهله فتبع جيش النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى ذاك الوادي شاف واحد واحد فعملت للقرآن مسك وصوب إليه سهما فوقع السهم في كتفه صار ينزف الدم قام فنزعه فصوب إليه سهما آخرا فقام فنزعه ثم صوب إليه سهما آخرا صاروا ثلاثة فنزعه حتى خر عباد بن بشر ينزف من دمه فقام وأيقظ من عمار بن ياسر فضوها الكلمة إن شاء الله أبدا يساوي عليها خطبة جمعة قال لقم يا أخي فقد إيش أرهقتني الجراح ما هد فيني شوفي ما في قال له قم فاتبع هذا فتبعه ففر طببو الصحابة يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام لك شوفي شو القصة ذكروا له القصة إجا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما لم توقظ عمار قال يا رسول الله كنت أقرأ سورة الكهف فما أحببت أن أقطعها بس نداء نداء شو عم يساوي عم يأرى سورة الكهف فما أحب أن يقطعها ودمه ينزف وحياته كادت يعني أن تنتهي ولم يرد أن يقطع سورة الكهف وهي السورة التي قرأوها الإنسان يوم الجمعة والتي هي نور له من الجمعة إلى الجمعة شو الرجال هدولي شو الناس شو الطينة تبعون لك ما أنه يعني ما أنه يعني مو أنه هذا مسلم ابن مسلم وجده مسلم وأبو جده مسلم لا 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 يعني تازع قم فأخذ أرهقتني الجراح رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي له سمى هي سمى غالبة على أصحاب رسول الله ولكنها يعني ظاهرة جلية في هذا الصحابي هل شايفينه هذا العابد المتبتل وكذا وهي كان أسدا في النهار هو كان أحد حراس النبي عليه الصلاة والسلام بغزوة بني المصطلق وفي غيرها وكان يحرس قبة النبي صلى الله عليه وسلم قديشه سيدنا عمر ضريب سيف كانوا خافوا منه في قصة قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني عن أحد الناس الذين أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مشركا سيدنا عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مر عباد فلي قطع رأسه شاني مر عباد يعني لأنه سيدنا عباد ضريب سيف يعني مو ما كان بيجيبها كانوا رجال كان محمد اقبال هذا شاعر باكستاني له شعر اللي بيحب الشعر وبيحب يقرأ هيك بالشعر ويتذوق المعاني فليقرأ شعر محمد اقبال كان يتحدث عن الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم وعن أهل الفتوح الذين فتحوا بلاد المسلمين من القواد قال كنا جبالا في الجبال ولربما سرنا على موج البحار بحارة كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار شهد مر عباد فليضرب عنقه رضي الله عنه وارضاه كان عباد ابن بشر يحرس قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاض الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى عباد ابن بشر فيما يراه النائم ورؤية المؤمن بشرة المؤمن سبحان الله بيشوف المنام بيجي مثل فلق الصبح ودائما المنامات بدي تأويل ممكن المنام أنت مثلا بتشوفه أنه هو هيك تفسيره قال رأى فيما يراه النائم أن السماء انفرجت له فلما دخل فيها ضمته إليها وأغلقت عليه بابها فلما أصبح ذهب إلى صديقه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وقص عليه الرؤية وقال قال له لقد رأيت كذا وكذا فقال له إنها الشهادة ثم اضمك السماء شو هي سبحان الله في زمن سيدنا أبو بكر الصديق لما صار المرتدين هو الذي حمل اللواء رضي الله عنه وأرضاه وسقط شهيدا وهو من الصحابة الكرام الذين لم يعيشوا طويلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر فضوها الإسم أجمل أسألكم أنه أنا كنت في الصف الرابع وأنا أعرف هذا الصحابي من هذه القصة كنت أقرأ سورة الكهف نحن أولادنا ما هي درسوا كل شيء وكل السيرة لكن من كل صحابي يأخذوا هيك شيء كنت أقرأ قم يا أخي فقد أرهقتني الجراح أثخنتني الجراح شعني أثخنتني ما عد فيني يوقف كنت أقرأ سورة الكهف فما أحببت أن أقطعها محمد رسول الله والذين معه النبي عليه الصلاة والسلام لحاله ما بحسن يحمي اللواء لما كان معه هيك رجال انفتحت بلاد الدنيا كلها على أمثال هؤلاء أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتدي ويهتدي بأصحاب رسول الله ربنا تقبل منا بسر الفاتحة اشتركوا في القناة